عمري لم يخطر على بالي لم يخطر على بالي ولم أفكر في أنني أغادر التليفزيون يوما أغادر التليفزيون أو الجزائر يوما ليس حبا لا في التليفزيون ولا في الوطن يعني ما وش وطني أكثر من الآخرين لأنه قناعة لم تكن لدي الأسباب التي كانت لزملاء آخرين أنت ربيت في تليزيون كبرت في تليزيون وخير عليا وما درتش للجميل في أي واحدة أنا معنا تبراج بأنها رد للجميل هو أنني ندير خير في بلادي أو في مؤسستي أنا قناعتي كانت هكذا لم تكن لدي الأسباب ربما آخرين كانت عندهم أسباب مهنية اجتماعية سياسية الله يسهل عليهم على كل واحد لم يخطر على بالي لكن لما عرفت معطيات اللي عشرت إليها تغير رأيي 180 درجة في رمشة عين حمراوي تفاجأ لما قلت له أنا نغادر يعني اعتبرها نقصر بأنه مرشو نعم نعم وجهت المكاتب غادرت غادرت ليس هربا ولكن حافظ سمحني لا أريد أن فوت هذه الفرصة أعطيت له الأوامر أدو حافظ غير مرغوب فيه في تليفشي مش عارف إذا تقال بهذا الشكل كان حزين حمراوي وكئيب جدا وبكينة لما غادرت لأنه يعرف قيمتي ونعرف قيمتي وأنا كذلك حاجة أخرى وأنا متفهم نعرف المنظومة كيف تسير نعرف كثير من الأشياء ونفهمها بالغمزة نفهمها فهو ليس مطالب بأن يبرر في نهاية المطالب بالرغم حتى مهما كانت المودة ومهما كانت الصداقة في المسئوليات ما فيش مودة وصداقة وأنا تعلمتها ونعرف هذه الأشياء حتى مع أخي ولا أبي ما عندي الشيء ما عندي الشيء وهذه هي المسئولية وهذه هم الرجال لما يقتضي الأمر أنه ياخد قرار ياخده نعم والأشياء يجي يتعشى معك ويسهر معك ويتلقى معك قدو نعم أنا أقدر الكثير من الأشياء ولكن أقدر الظروف اللي كان فيها سيح مراوي وأقدر أيضا مواقف وتقدير وابقى التقدير مستمر بعد ذلك بالرغم من كل شيء وهذه أمور خاصة ما يقدرينز حاله ولا واحد المشكلة فعليا حفير بدأت عندما أقدم مدير الأخبار الجديد اللي هو إبراهيم صديق الزميل إبراهيم أنا لا أريد أن نسمي من فضلك أنا لا أسمي وأرجو أن لا تسمي خليني أن نسمي ولن أحجك أيضا تكلم بما تقدر أنه متاح عندما أقدم إبراهيم صديق على وقف حصة ملاعب العالم اللي كان عندها سنوات وسنوات لأسباب نريد أن نفهم لماذا وانت قلت في رسالتك التي وجهتها للرئيس بودفريقة فيما بعد وانا قرأت ربما بعض مضامينها أنك تهمت ضمنيا هذا إبراهيم صديقي ومن معه وحتى سميتهم بمجموعة شعراء أعتقد أن هذا الوصف أنهم هم سبب في دفعك دفعا إلى الاستقالة لا ما نزلت المستوى لهذه الدرجة أعتقدش بأنه ذكرت لا الأشخاص ولا لسالة موجودة لم أذكر لا أسماء ولا أشخاص تحدثت عن أمور وأخبرته بأنه نساء غادر أمر طبيعي وكتبت الكثير من المشاعر أنا لا أريد أن أسمي لأنه دائما أتحدث عن منظومة لا أتحدث عن الأشخاص لأنه الأشخاص ممكن يكونوا جزء من منظومة وجزء من ألعيب يلعبوها ناس آخرين أنا كانت عندي احتكاكات وشوية مشاكل مهنية مع بعض الوزارة بعض توزير أول حتى أمور عادية نقدر أن نعتبرها أمور عادية في المهنة وكنت ننساها في اليوم الموالي لكن أنها تأخذ أبعاد أخرى بعد ذلك شخصية قال ما هوش مع جبهة التحرير واحد يقول لك ما هوش مع الأرندي واحد يقول لك ضد أبناء الشهداء واحد يقول لك ضد فهذه لأساءت للكثير من الإطارات في الزائر الغير مسيسة يقول لك أنت ضد ضد أبناء الشهداء مثلا إيه إيه شهداء ولا ضد أبناء المجاهدين ضد قرية سحراوية إيه تسيب نفسك في أمر أكبر منك ما عندكش علاقة ولا ضد مؤسسة مؤسسة تعريقاسة ولا تعجيش إيه مؤسسة تعجيش ولا تعريقاسة وأنت عبد ضعيف بعض تهموا أنهم ضد البوليزاريو يعني في مسألهم فهذه تقدر تبقى في مناخ مثل هذا أنا لا أريد أن أتحدث عن أشخاص لأنه حتى ممكن أشخاص كانوا وسيلة كانوا وسيلة في أيدي ناس باش يوصلوا لمبتغاهم لا تنساش بأنه محمد وتتعرف هذا جيدا بأنه المعارك عمرها ما تتوقف على مستويات عديدة أجمع لأنه المناصب هي مواقع يستثمر فيها الناس لما يكون حزب ولما تكون مجموعة عندها ناسها في التليفزيون وفي الإذاعة وفي الصحف وفي التليفزيونات وفي وزارة الفلاحة وفي وزارة المالية ولهذا خلقات المخابرات في الدول للتالح لا ومسيطرة على الأوضاع سمحني كاين مغالطة لما نتحدث على المخابرات في الدزائر لما نتحدثوا عليها للدياستي في فرنسا ونتحدثوا على المخابرات الأمريكية نتحدثوا عليها بافتخار وباعتزال ولكن ما نتحته على مخابراتها بلدنا ننسيقولها ونعتبرها بأنها ضد المجتمع وضد الدولة وضد مخابرات موجودة في عالم بأسره موجودة في عالم بأسره تقول لي ممارسات أوكي ربما لخوة عن مهمة هذه الدستورية نعم ممارسة طبعا ممارسة موجودة في الجيش وموجودة عند المدنيين وموجودة عند المواطنين العاديين وموجودة عند خوية واختي وهذه ممارسات تعناس طيب حفظ وش قلت للرئيس في الرسالة يعني إذا كان ممكن يعني بالحرف لا أذكر قلت له بأنه علمتي بأنه غير مرغوفية اه آه آه عنا باش نبرار دمتي لست مطالب بأن شكيت له من جهة لا لا لست مطالب بأن أبرر ولا أطلب أن يعاد النظر لأنه خلاص الأمر منسبتي لانتهى ولكن واجبي يفرض علي أنني نخبرك بأنه هذه السلام ما كارش منها وهذه الأمور أنا ما نشارتك أبيدا ما كارش منها تماما ونقولها لليوم للتاريخ ونرني مغادر هذا الجزائر وكل واحد يتحمل مسؤوليته البعض تحدث أنه بعض قال بالخادم هو السبب بعض قال أويحيا كانت فيهم مشاحنات بينك ومن أهل المسؤولين في فترة مسؤوليتك في المسؤولين مع أويحيا أبدا كان كل الود وكل احترام وأنا من أكثر الناس احتراما لأذا الرجل لكن بالخادم أعتقد وقعت لك الكثير من لا أيضا أكل له كثير من احترام توقع أشياء مهنية والشيء اللي يوقع مع أبي الخادم ربما كان الخطأ منه من تليفزيون كل ما كيعطبك برأ وزوج لا ممكن الطريقة والكيفية لم تكن في المستوى ممكن أيضا هو كذلك كان عنده ضغوط لأنه بعدين تتفهم لكن في الموقف في حد ذاته كان يعتقد أنك تستهدف في تليفزيون يعني ما تعطيش حقه لا لا أكرر بأننا غلطنا فيه في هذا اليوم غلطنا فيه كوزير أول مهنيا أخطأنا في حقه إذا لازم يقولها المدير العام كان غايد تحت تليفزيون كان غايد أنا كنت بالإينابة فلازم نتحمل نسؤوليات كان عنده نشاط حكيها فقط باختصار كان عنده نشاط نعم على الوزير الأسبق شريف الرحماني فعطينا القيمة لشريف الرحماني من النشاط على رأسكم من نعطي القيمة من ناحية التسلسل خطأ مهني طبعا خطأ مهني يجب أن نتحمله نعم إذا كان فيه خطأ مهني قل لي ما تعرفوش تخدمه وقل لي يروح لداركم ولكن ولا واحد يسمح لأي إن كان أنه يروح له في أشياء يتهمه وقال قل لي أنت مقالم اليوم من حقك قل لي ما تعرفش تخدم من حقك صحيح الأمور الخاصة والشخصية لا يعني ما تقدرش تتهمني تقول لي أنت ضدي ولا أنت مع فلان صحيح لأني لست لا ضد ولا أنا عشرين سنة في تليفزيون أنا مع تليفزيون لست لا مع ولا ضد ماشي تقوله الديمقراطية والحرية والمسؤولية والحيادية تقولوا هكذا لا نحن رأينا نتبقوا في هذه الأشياء اللي قلتوها واللي نمنوا بها الحيادية أنا حيادية فكانت فيه شوية مزايدات فلما تجمحها كلها تفهم بأنه كانت فيه معارك أيضا موجودة من أجل استرجاع التليفزيون لأنه الحزب اليوم مثلا الحزب الأفلال ماذا بيكون على رأس تليفزيون وواحد نتاعه أنا دي نفس الشي حمس نفس الشي الحزاب الموجودة وهذه أمور عادية وطبيعية وصحية أيضا في مجتمع ولكن اللي ماهوش عادي وماهوش طبيعي وماهوش صحي هو هذه الاتهامات وهذا التخوين الموجود وهذا الإقصاء الموجود من أجل أنني ناخد مكانك أو ناخد هذا الموقع فنقصي كل شيء تعمل أتاليب؟ حفظ أحكي لي اليوم الأخير في تليفزيون مهم جدا أعتقد ولا يمكن لك أن تنسى يوم اللي غادرت فيها تليفزيون يعني حزمت حقائبك باللغة فيه حمراوي بالاستقالة قلت له أرمي لهم إذا كان عليك ضغوطات كبيرة جدا بعد عشر سنوات خلاص خلينا نروح يلا نرميوا هلوم ونروح أقول أنه في الدميكات لما كان لونفلس منترش تكن في تليفزيون مارستوا عليه نفس الحكاية وكان يقصى وكان يعني الأمر ليس جديد يعني تلاء مثلا أنا وقفت حسة ليلة بزيد من الحياة إذا كان تكرر الأمر سأوقف صدقني لم أكن أعرف بأن ماجر كان في جيده العقدة يريد الميزة أنا لست من هوات من يقارنون بين مدير ومدير ووزير ووزير ومدرب ومدرب ولاعب ولاعب لأن كل واحد ظروفه وكل واحد مميزاته وخصائصه وقدراته اشتركوا في القناة